اشتركوا في القناة ويكون معانا الدكتور عماد زايد مدرس العظام بقرية الطب جامعة أظهر دعوني أرحب بها أهلا بحضرتك في شائعة كبيرة جدا بتواجه بعض الأشخاص وخاصة ممكن نكون إحنا أكثرهم اللي بيعمل كتير وهي الكعب ألم الكعب بيحصل شوقك كده في ألم الكعب من تحت يا دكتور دي إيه هي بيبقى أسبابها ولكن قبل ما أقول لحضرتك ملاش تقول عليها أسبابها كتير أو بيجي يقول لك أسبابها روح عشان خاطر دي خد علاج الأملاح الكلام ده بيبقى صحيح ولا بيبقى خطأ تمام هو بالنسبة للاجل الأملاح أو ما يسمى بالنقرص هو لو إحنا شفنا أن الطب بيقول أن أهم عرض من أعراض النقرص هو التهاب الصباع الكبير بتاع الأدم كويس مش الكعب فلو فيه نقرص موجود يبقى ده عامل مساعد لوجود ألم الكعب إنما مش شرط أنه هو يبقى هو السبب الوحيد لألم الكعب عشان كده إحنا في ألم الكعب أما نيجي نفحص ألم الكعب ودي طبعا من ضمن الأمراض الأكثر شيوعا في العيادات وأمام المرضى خصوصا في المجتمع اللي إحنا بنواجهه العينين كتير جدا بيشتكوا من ألم الكعب وكتير جدا بيتخيلوا أن السبب الوحيد هو الأملاح لا فيه أسباب كتير جدا 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 تبدأ من أول الالتهابات العامة يعني لو حد عنده روماتيزم أو روماتايد ده ممكن يسبب ألم الكعب لو حد عنده وزن زيادة يزود الحملة على الكعب يسبب ألم الكعب الالتهاب الوطر الأخمصي اللي هو أوطار بطن القدم دي ممكن تسبب ألم للكعب ودي اللي ممكن تؤدي إلى الشوكة العظمية نتيجة حاجة اسمها الشد على المنشأ بتاع الوطر لأن الوطر ده طالع من الكعب تفلطح القدم تقوص القدم دي كلها أسباب تؤدي إلى ألم في الكعب فإحنا ما بنبقاش قاصرين وإحنا بنفحص المريض على الأملح فقط هو عامل مساعد من ضمن العوامل الكثيرة اللي ممكن تبقى موجودة وتسبب ألم الكعب نعم فلازم أن الطبيب بحريس جدا إن هو ياخد تاريخ مرضي وافي من المريض ويفحصه فحص شامل ويعمل له كل الفحصات المطلوبة قبل ما يحدد إيه السبب لأن الكعب ده زي ما احنا عارفين هو في الأساس وإنت ماشي كل وزن جسمك في الآخر بيجي على الكعب فلو عندك ألم في الكعب مش هتقدر تمارس حياتك بصورة طبيعية وخصوصا مع الحركة الكتير طيب الأكثر شيوعا في الأسباب اللي حددك قلتها اللي بتيجي عند الأشخاص إيه هو؟ الأكثر شيوعا اللي هو التهاب الوطر الأخمصي بتاع القدم ده سبب مهم جدا وده اللي ممكن يعمل الشوقة العظمية بالإضافة لعوامل أخرى زي زيادة الوزن أو زيادة التحميل دي من ضمن الحاجات المهمة جدا في ألم الكعب نعم طيب عايزين نعرف إيه هي أحدث طرق العلاج لألم الكعب الشوقة العظمية اللي حددتك قلمتها زي ملتحرك هو إحنا قبل ما نفكر أن إحنا نبحث عن نعالج ألم الكعب لازم أن الأول نحدد سببه بعد ما نبحث المريض اختبار شافي أسئلة كاملة حددنا من تاريخ المرضي إيه الأسباب المحتملة بعد كده عملنا الفحوصات اللازمة سواء كان سكر سواء كان نسبة أملح في الدم أو ما يسمى بالنقرص سرعة ترسيب دي كلها تحليل مطلوبة ونعمل الأشعة المطلوبة برضو نفس الكنام نبتدي نتوجه لعلاج السبب وده أهم حاجة إحنا بنعالج السبب السبب ده موجود روماتيزم يبقى بنعالج الروماتيزم موجود التهاب في القدم الأخمصي يبقى بنعالج الالتهاب الموجود في القدم الأخمصي في عامل مساعد زي زيادة الأملاح والنقرص يبقى بنعالج الأملاح والنقرص مع أنه زي ما وضح لك أن الأملاح والنقرص المفروض دي اللي الصبع الكبير أكثر الموضوع في النقرص أو الأملاح الزيادة دي الصبع الكبير تمام وده من ضمن الألام المزمنة ألام الكعبة من ضمن الألام المزمنة ممكن تباجأها بصورة حدة وممكن تبقى بصورة مزمنة فأنت أهم حاجة في طرق العلاج إزاي تعليم المريض كيف تتعامل مع ألام الكعب أولا رقم واحد إن أنت لا تهمل ألام الكعب لا تهمل ألام الكعب لأن أنت لو أهملت ألام الكعب وممكن تتحول إلى حاجة تانية بقت مزمنة بقت صعبت الأمور بعد كده على نفسك وعلى الطبيب المعالج فأهم حاجة تبحث عن السبب كويس ولا تهمل ألام الكعب وتتعامل بصورة اللي هي تلاحك يعني مثلا عندك نبتل نتعامل مع الأسباب وزن زيادة يبقى نحاول نقلل وزن عشان خطر نخفف الحملة على الكعب بتلبس شوز مش مريح يبقى لازم أن تلبس شوز مريح عشان خطر دي الحاجات الأساسية البدائية يعني أنا دايما أقعد مع العيان نص ساعة أفهمه خطوات الحركة أول ما يصحى من النوم إزاي تشرب مياه كتير إزاي تاكل تقلل الحاجات اللي ممكن تزود لك نسب الأملاح ونسب اللي التهبات إزاي تتحرك إزاي تلبس فرش طبي إزاي تلبس جازمة مريحة إزاي تقلل الوقفة إزاي تشرب سوايل كتير وهكذا فده من ضمن الأساسي العلاج الوقائي لعلاج ألام الكعب بعد كده فيه العلاج الدوائي اللي هو العلاج الدوائي ممكن الأدوية والدهنات الموضعية وبعد كده ممكن فيه عندنا طرق تانية من العلاج زي الحن الموضعي وطرق تانية أخرى لا حضرتك قلت فيه دهنات والدهنات ديت مش عبارة عن معلش عبارة عن زي الترتيب للجلد تمام من ضمن الطرق العلاج زي ما اقولنا يعني فيه طرق علاج وقائية وطرق علاج دوائية فطرق العلاج الدوائية دايما فيه الدهنات وفيه الأقراص اللي هي مضادة للالتهابات ودي تأثيراتها بتبقى كويسة لو العيان التزم بالتعليمات الأولية نعم بعد كده لو العيان ده ما حصلش فيه استجابة للمرض بنتوجه للمرحلة اللي بعد كده يعني دايما احنا في ترتيب العلاج بناخد العلاج بالتدريج لابن نتدخل على طول بتدخل يكون سريع أو حاجة اسمها تدخل قبل ما نجرب الأول الطرق العلاج التقليدية الأول العادية صحيب فطبعا من أحدث الطرق العلاج اللي موجودة مثلا العلاج الطبيعي وما فيه بقى من حاجات ألترا سونيك وحاجات لأ هو معليش عايزين نقول للعلاج الطبيعي هو بالفعل الشوكة دي لها علاج طبيعي الشوكة العظمة ما هي الشوكة في حد ذاتها كتير جدا جدا ممكن تعمل العيان إشاعة وتلاقي الشوكة العظمية موجودة هو لا يشتكي بها فهو الشوكة في حد ذاتها مش هي سبب الألم إنما سبب الألم الى حاجات ما حول الشوكة الالتهابات اللي موجودة ما حولها والتهاب الأوطار اللي احنا بنعمل عليه علاج طبيعي. فعشان كده العيان لا يتخيل ان هو هياخد علاج والشوكة هتروح. لأ الشوكة مش هتروح. انما الالتهابات اللي حواليها هي اللي هتقل. دي بتقل عن طريق العلاج الطبيعي زي ما انت ما قلت. يعني العلاج الدواء الاول. وبعد كده فيه العلاج الطبيعي. وبعد كده لو في المراحل دي الاتنين دول ما ما حصلش فيه مستجابة. بنبتدي للمرحلة اللي بعد كده اللي هي ممكن زي الحقن الموضوعي. وطبعا الحقن الموضوعي فيه الجديد احدى صيحات في الطب دلوقتي زي الحقن اللي هو الحاجات البلازمة الغنية بالصف intrigued دمويه. نعم صحيح. انا عايز انتقل من آآ 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 ا آآ 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 ل لأن التدخل الجراحي، الضول بتاعه أو الضول في التدخل الجراحي يعني لم يثبت علمياً تأثيره القوي في علاج ألم الكعب فعشان كانت تدخل الجراحي ده في المراحل المتأخرة جداً إنما الجديد دلوقتي البحث وكله شغال دلوقتي فيه علاج بالموجات التصادمية واللي هو الشوكويف ثرابي وفيه الحقن اللي هو البلازمة شديدة الغناء بالصفائح الدموية وفيه الحقن الموضعي بال... دي أفضل دي أفضل العلاج لل... دي صيحات جديدة وفيه أبحاث جديدة دلوقتي متأخذ عندنا في الجامعة بحيث نبحث الحاجات دي تأثيرها بالضبط إيه على أساس قبل ما نعرض للعيان المريض لتدخلات الجراحية نشوف الأول تأثيرها إيه لأول إحنا عايزين ننتقل من ألام الكعب الى الخلع بالكتف hinterمتكرر ولكن أنا عايزة أبل مسألة السؤال سنذهب ونرحي لفاصل القصير ونجعلكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة تانية وأذكركم بدكتور هذه الحلقة هو الدكتور عماد زايد مدرس الأعظام بقلية الطب بجامعة الأزهر وكنا قبل الفاصل كنا بنتحدث عن ألام الكعب ولكن انتقلنا من ألام الكعب إلى خلع الكتف المتكرر ولكن أنا عايز أسأل السادة مشاهدين هل حدث لك خلع في الكتف كثير أو متكرر وعايزين نكون فيه تفاعل ما بيننا وبين بعض ولو فيه أي أعظام ياريتكم أنتم تتصلوا بينا وإحنا في انتظاركم إن شاء الله هنكون على أتم استعداد للرد عليكم ولكن أرجع تاني للدكتور إحنا عايزين نقول في الخلع المتكرر للكتف إيه هي أسباب وطرق التشخيص ومضاعفات الخلع دكتور ولكن أول بداية في العلاج الجديد إيه هو قبل العلاج الجديد إيه هو أسبابه هو أشهر أسباب بالخلع المتكرر للكتف إصابات الملاعب يعني رياضي بيلعب رياضة فوقع فحصل له خلع متكرر في الكتف ممكن يحصل معهم خلع متكرر في الكتف هو طبعا لا يقدرش يتحكم في عدد مرات الصرع وبالتالي لا يقدرش يتحكم في عدد مرات الخلع المتكرر الحاجة التالتة السبب المشهور برضو الخلع الزاتي يعني هو عيان عنده ليونة في المفاصل فبالتالي بيجي يلف دريعه يتخلع وهو يرده تاني لنفسه وده في الغالب لا نتدخل فيه جراحيا تماما لأنه هو ده حاجة اسمها يعني بيخلع خلع ذاتي ذاتي يعني حتى لو ردته بيرجع تاني هو المريض هو اللي بيخلعه وبيرده دي حاجة عندهم ليونة في المفاصل فبالتالي يخرع كتفه وبعدين يرده تاني مع نفسه زي بتاع الكومبارس مثلا ممكن بيبقى عندهم بعض اليونة في المفاصل فبالتالي ده نوع من أنواع الخلع إنما طبعا الأشهر هو الخلع بعد الإصابات والخلع بعد نوبات الصرع وطبعا فيه برضو الأبحاث الجديدة جدا من أحدث الحاجات اللي هو الخلع ما بعد الترامدول يعني دايما العيانين اللي بياخدوا ترامدول دوله بيجنهم نوبات من التشنك والترامدول ده بيؤثر بعد كده يخليه يحصل له خلع متكرر لدرجة أنه هم خصصوا له نوع معين وبالتالي ترتب عليه علاج مخصوص للعيانين بتوع الترامدول في الخلع المتكرر فاحنا بنحظر دايما أن الترامدول تأثيراته حتى وصلت لغاية أن العيان ممكن يجيله خلع متكرر والخلع بيبقى عنيف لأنه العيان ما بيحسش بدرجة الخلع فممكن يخلع ويكسر حاجة اسمها حاجز العظمي ويؤدي إلى خلع متكرر عظمي مش نسيجي بالنسبة قدية دكتور ده على حسب مرات هو بياخد قدية ترامدول الكمية قدية بالضبط واستجابت وليها قدية فكل ما بيجيله مثلا تشنجات نتيجة أخذ الترامدول لازم أن تيجي بعد التشنجات بياخد ترامدول يجيله تشنج يحصل له خلع فده عيان حتى حتى احنا في الميتنج وفي العيان دلوقتي الواحدة أما بيجي يكلمه بسأله سؤال واضح هل أنت بتاخد ترامدول ولا بتاخدش ترامدول ده من ضمن التاريخ المرضي بالوقتي اللي حطناها كلاسيك للعيانين بترامدول الخلع المتكرر في الكتف غير طبعا الإصابات وعدد المرات بتاعة الخلع دي كلها عواقوة سن المريض يعني فيه كذا عامل وكذا فاكتور ده بيخلينا نحدد بعد كده طرق العلاج بتاعة الخلع المتكرر في الكتف يعني طرق التشخيص بتحددك بتحددها عن طريق المريض ذات نفسه أه طرق التشخيص بتاع الخلع المتكرر بالذات ده أهم حاجة فيه التفاعل مع المريض اتخلع إزاي وأول مرة اتخلع فيها دي اتعالجت إزاي وتاني مرة جت الخلع بتاعها جت إزاي برضو هل بعض إصابة ولا اتخلع لوحده وبيجي له نوبات سرع ولا ما بيجلوش وعنده ليونة في المفاصل ولا ما عندوش دي كلها عوامل بتؤدي بعد كده للتشخيص طبعا بنعمل إشاعات عادية وأشعة رانين مغناطيسي بحيث نحدد ايه المرض أو التغير اللي حصل في الكتف أدى إلى الخلع المتكرر سواء في الكابسولة بتاعة المفصل أو في العظم العظم في حد ذاته حصل فيه مشكلة قدت إلى الخلع المتكرر مضعفاته مضعفاته خلع متكرر أولا عيام مش هيقدر يعيش حياته كل ما يميدي يوده عشان يعمل حاجة يلاقي كتف ويدخلع فطبعا هو مش قادر يحرك كتفه مش قادر يتفاعل مع الحياة في العموم ده مهم جدا والحاجة التانية بيحصل له خشونة في المفصل مع تكرار الخلع بيحصل تكرار الليونة الأربطة بتتقطع أكتر العظم بيبتدي يحصل فيه دمور في العظم فيبتدي يحصل للعيان خشونة بعد كده ودي حاجة اسمها مفصل كتف غير ثابت نعم وإمتى أتدخل جراحية احنا عندنا فيه يعني فيه عندنا سكور بناخده من طريق المرضي للمريض نعم وبنبتدي بوينتس معينة بنحدد عليها نقط معينة بنقشها مع المريض وبنبتدي بعد كده نتدخل على حسب مرات الخلع وعلى حسب المشكلة اللي الخلع عاملها له وبعد التوافق مع الإشاعة الأشعات سواء العادية وأشعات الرنين بنعمل حاجة اسمها سكور بنحدد به طرق العلاج اللي ممكن نعالج بيها المريض بتاع الكتف نعم دي عن طريق المدة مثلا بتاع الخلع الكتف عدد مرات خلع الكتف عدد مرات خلع الكتف والتغيرات اللي حصلت في المفصل نعم نتيجة تكرار الخلع الكتف دي بيتم عنها طرق العلاج طرق العلاج أو طرق الجراحة عملية الجراحة طبعا هو فيه تغير شاسع ما بين العلاج القديم للكتف والعلاج الحديث للكتف نعم في آخر 15 سنة حصل طفرة في علاج الكتف كان زمان علاج الكتف والخلع المتكرر في الكتف عبارة عن عملية جراحية بيتم فيها فتح الجلد والعضلات لغاية ما نوصل للكبسولة ويتم إصلاح الكبسولة دي بالغرز الجراحية دلوقتي طبعا الكلام ده كله مش موجود دلوقتي فيه عندنا المنزار الجراحي التأهيل بتاعه ممتاز جدا والمريض الجروح اللي بتاع موجودة فيه بتبقى جروح بسيطة وكله عن طريق المنزار والخطاطيف الجراحية طبعا فيه أنواع من الخطاطيف موجودة دلوقتي ومنتشرة في كل المستشفيات اللي موجودة وإحنا بنحاول نعمل عليها ورش عمل بحيث أن احنا نعلم الأطباء زملائنا الأطباء إزاي يتعاملوا مع الأمراض سواء بالتشقيس أو بالعلاج اللي لسه متخرجين جديد اللي لسه متخرجين واللي بيمرسوا التخصص إحنا عندنا ورشة إن شاء الله في المستشفى الهرم يوم الخميس يوم ٢٨ عن مناظير الكاتف جميل هو فيه سن معين للخلع المتكرر ده يا دكتور يعني مثلا هل نصلا فيه شاب صغير أو فيه رغل كبير مثلا أو فيه سيدة مثلا من قصرة مثلا كذا أو كذا أو كذا هل فيه سن معين؟ طبعا هو الخلع المتكرر بالذات غير الخلع الحد يعني فيه دايما الناس اللي بيتمارس رياضة في سن اللي هو من أول ١٥ سنة أو من أول لغاية ٣٠ سنة ده سن كتير جدا بيحصل فيه خلع متكرر للكاتف إنما ده ما يمنعش إن لو واحد كبير عنده ٦٠ سنة بوايع وحصل له كسر موجود ممكن يحصل له خلع بس ده في الغالب ما بيقاش خلع متكرر بيبقى خلع مرة واحدة وبيتم الرد وخلع وبيتم الرد ولكن الشباب ده ممكن عشان خطر كسر رياضة مثلا بيلعب مثلا في الماتش أو في مباراة بيتم الالتحام الالتحام فبيممكن يحصل أكثر من مرة بالخلع يعني دايما إحنا دايما المريض بنسأله يعني دايما زي ما هو لعب الكرة بيحصل له إصابة في الرباط الصليبي دي الغالبة لعب كرة اليد والطائرة ده بيحصل له خلع متكرر ودي يعني كل رياضة ولها الإصابات المناسبة لها وزي ما قلت حالك يعني إحنا مثلا أنا إصابات الملعب دي حاجة خلص مستقيمة أنا بعالج المريض على طول إنما مثلا النوبات التشنجات ده لازم أن أعالج التشنج الأول أكيد أساسا وأكبر على المريض لغاية أمور تستقر ونازم أن يبطر الترمدور ويبطر أن يبطر الترمدور ماشي عايز أن تقل أيضا لازم أن أستقل لك يا دكتور فهنتقل من خلع المتكرر إلى إصابات الرجبة إيه هي الأكثر الإصابات شيوعا في الرجبة وخاصة السن الكبير والسن الشباب أو بمختلف الأعمار معنى الأصح تمام إحنا عندنا الرجبة ده مفصل مهم جدا في التحميل بتاع الجسم تكوينه التشريحي بيتكون من غضريف وأربطة صليبية وأربطة داخلية وأربطة خارجية يعني غرص صليب الأمامي والخارج ده كلها بتساعد على سباة المفصل بتاع الرجبة فعشان كده الإصابات بتاعة المفصل الرجبة تختلف في الشباب عن الكبار يعني إصابات الرجبة دايما بتيجي نتيجة الرياضة ممارسة الرياضة أو نتيجة الحوادث أو نتيجة الالتوقعات الموجودة فده يتم بيحصل إصابة الإصابة دي على حسب العرض اللي موجود وعلى حسب الإشاعات اللي موجودة بنحددها ونحدد نوعها ده حضرتك بتتكلم على السن الشباب الشباب نتقلم على الشباب لا نحن نأخذ بالمتدريج عندهم سن الشباب الصغير ده الوقت يekلم عما ي academy صندوق الوقت طبعا ممكن قد نحصل العصاب Leave أو الخارجوي أو الرباط الصليبي أو الخلفي أو الرباط الخارجي أو الداخلي أقصر الإصابات من الرباط الصليبي بيحدث مع كرة القدم اللعيبة بمعنها صح صحي كده؟ يعني يعتبر من أكثر الإصابات أو ممكن مع الحاجات للتوقات يعني للتوقات أو الإصابات ده طبعا ده الالتحام ده له طريقة معينة للإصابة والتوقات العادية واحد ماشي في الشارع عادي حصل له التوقات حصل له قطع في الرباط الصليبي أو في حادث حصل له قطع في الرباط الصليبي ده طبعا تقييمه بيختلف يعني أنا بسأل العيان العيان بيجيلي بسأله بسأل المريض الأول هل أنت طوما وقعت ربتك ورمت مرة واحدة ربتك ما ورمت مرة واحدة ورم شديد ده بينبهني أكتر أنه رايح أكتر للرباط الصليبي لا ما ورمتش على طول فيه قلم حصل وبعدين بعد فترة ابتدت الورم وما كانش ورم شديد ده بينبهني أكتر ناحية الغضروف فعلى حسب نسبة الورم وعلى حسب الإصابة وطريقة الإصابة أو طريقة حدوثها ده بتنبهني هل هو كان غضروف ولا رباط صليبي نعم طيب للسن الكبير للسن الكبير بقى حد سؤال حالك طبعا الخشونة طبعا السن الكبير الفوق الخمسين ده من ضمن التطورات الطبيعية اللي بتحصل في المفاصل الخشونة والرجبة بالذات من ضمن المفاصل اللي عليها تحميل فطبعا الخشونة هي العامل الأكبر بالنسبة للألام غير طبعا الإصابات العادية يعني لو عين عنده روماتيزم أو رومطايد أو التهابات العادية دي كلها عوامل إنما العامل الأساسي العامل الأساسي في ألام الرجبة في السن الكبير هو الخشونة الخشونة يعني هو العامل الأساسي للسن الكبير هي الخشونة آه يعني أول حاجة منفكر فيها هو الخشونة لو جينا نعمل فيدباك على الخشونة وقلنا علاج الخشونة للسن الكبير إيه هو؟ علاج الخشونة في السن الكبير ده بيعتمد على لازم الأول نحدد العوامل اللي هنبتدي نعالج عليها يعني درجة الخشونة بتاعة المفصل قد ايه نوع المفصل ايه يعني خشونة الكتف غير خشونة الرجبة غير خشونة الفقرات غير خشونة الحود وعدد المفاصل هل هو مفصل واحد في خشونة ولا كذا مفصل في خشونة ده دي العوامل دي بتحدد بعد كده طرق العلاج طرق العلاج دي بنقسمها لنفس الكلام القديم قبل كده اللي هو التعليم المريض تعليم المريض يعني الأرفصة والتربيع وطلوع السلم احترام الألم ده مهم جدا يعني دايما أنا العيان لازم أن نقوله أول ما يجيلك الألم يتوجه على طول الطبيب المختص الطبيب المختص وحاول تريح الألم وبعد كده بعد العلاج اللي هو تعليم المريض بعد كده نتوجه ممكن تقوية العضلات بعد كده نتوجه لعلاج الدوائي ده كله علاج غير دوائي وتسعين في المئة من الحالات بتاعة الكشونة استجابتها الأساسية للتعليمي للعلاج التعليمي والعلاج الغير دوائي فيه نسبة ما بتستجبش وبنتدي نساعدها شوية بالعلاج الدوائي بالحاجات اللي هي الجلوكوزامين والحاجات الجديدة اللي نزلة في الوقت دي أحدث دي الحاجات الجديدة يعني مش حاجات جديدة موجودة في الصيدلات الأدوية وبعد كده فيه الحقن الموضعي ده برضو من ضمن الحاجات أفضل شيء هو الحقن الموضعي مش أفضل شيء ده على حسب ما هو لازم أن المريض يختار الطبيب يختار المريض اللي يديله حقن الموضعي حسب نوع حسب نسبة الخشونة يعني أنا دايماً قبل أن الحقن الموضعي أحدد نسبة النجاح صحيح بفتراض أن الخشونة دي شديدة ده ممنوع أن أنت تديله حقن الموضعي صحيح ونسب النجاح لازم أنت تفاهم مع المريض أنه هو نسبة النجاح مش 100% لأن الخشونة دي عامل مزمن ما تقدرش أنت يعني تفيد باك أنا عايز يعني أقل من ربع ديئة النصيحة لإستاذ المشاهدين النصيحة لإستاذ المشاهدين نحن لازم أن نحترم الألم نعم سواء في الكعب أو في الربع جاي لك ألم لازم أن تحترمه لأن معنى أن فيه ألم موجود أن فيه مشكلة مرضية موجودة فأنت لو ما احترمتش الألم التطور اللي هيحصل بعد كده ده ممكن يخليه من مرحلة ممكن تبقى في مرحلة علاجية لمرحلة غير علاجية نعم صحيح الدكتورة عماد زايد مدرس العظام بكلية الطب جامعة الأزهر شكرا جزيلا على مجيئك إلى هنا وعلى المعلومات الجاملة اللي حضرتك بلدان أبني أخلي فرصة عين أهنا أسعد الله يا دكتورة البيوت زي القلوب بيها نبض وفيها صوت كل ما تدق مصمر في بيتك اعرف إنك لسه موجود وكل النبط في قلبك بتسوي الوجود مشاهدين القرام أنا شوفكم جدر إن شاء الله في الساعة العشرة وطبيب على الهوى مع أحمد المرشدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة